اهلا بكم مشاهدين الى هذا الموعد الاخباري ونستهله بالعنوين استكملوا تسليم الجثمين الـ 26 لضحايا حادث انزلق حافلة سياحية بمنطقة عينس نوسي بباجا الى عائلتهم وفق وزارة الصحة وزير التجهيز يعلن انطلاق اعداد دراسة لينجاز جسر بمنطقة عينس نوسي بعم دون مكان الحادث ويتعهد بمحاسبة من تثبت مسؤوليته وصابة استثنائية من الزيتون في مدنين ومشاغل الفلاحين واصحاب المعصر تعكس صعوبات القطاع في اخر مستجدات الفاجعة التي تعيش على وقها تونس منذ يوم امس اكدت وزارة الصحة ان حالة جرح الحادث الذي جد بمنطقة عينس نوسي من ولاية باجا اثر انزلق حافلة سياحية اكدت ان حالتهم مستقرة وسيغادر اثنان منهما اليوم المستشفى كما بيّن المكلف بالاعلام في الوزارة شكر نفطي في تصريح اعلامي ان الجرحة هم حاليا محل متابعة صحية بعدد من المستشفيات فيما استكمل مستشفى شانيكول صباحة هذا اليوم تسليم جثمين ضحايا الـ 26 الى عائلتها بين كل لحظة ولحظة تتواتر الاخبار والمعطيات حول فجعة عمدون التي جدت صبيحة امس بمنطقة عينس نوسي من ولاية باجا على اثر انزلق حافلة سياحية اخر المعطيات تتحدث عن سقوط 26 ضحية حسب ارقام محينة استكمل مستشفى شانيكول صبيحة هذا اليوم تسليم جثمينهم الى عائلاتهم فيما يواصل عدد من الجرحة تلقي العلاج بعدد من المستشفيات من بينها شانيكول والرابطة الى جانب مستشفى الحروق البليغة ببنعروسة ومستشفى القصة بمنوبة كنا 26 جوتة جاونا العشية كنت جابوهم بعضهم براسك تقول لك معتا الحماية المدنية والامبولانس بتقول لك وقمنا بدونك بالعمل في بالنا مش خالي وليوم عالد معتا اليوم باش ميد شوفنا الحال بتاع الناس وكذا معتا جاوب برماو معتا مؤسف برشا الناس في حالة وكاكثريكم شباب في 26 فما انديزان دفيه معتا عشرة ولا احتاش دولي ولا اتناش دفيه ولقيها أولاد مخلطين اكثرتهم في العشرين وخمسة وعشرين كاكا فما شكون مينور معتا أقل من منتاش نسناعي رحلة ترفيهية تتحول الى مأساة حقيقية أدخلت الحزن والألم على عائلات فقدت أبنائها بين ليلة وضحاها صدمة حاولت وزارة الصحة تخفيف من حدتها عبر تركيز خالية لتقديم المسندة النفسية تركيزنا كان على الإحاطة النفسية للعائدات اللي جاءوا بشيشوفوا الجرحة أو الأشخاص اللي توفيت إثر الحادث حاولنا أنه كنوا موجودين وقت تلقيهم الخبر هدايا إما الوفاة أو أنه يعرف إلي واحد من العائلة كان جريح وحاولنا أن تسسولهم سقطوء اللي بعد فما أعراض اللي بعد الصدمة هدية اللي صابت الأشخاص الكل اللي كانوا معنيين طريقة معناه فعلية مباشرة أو غير مباشرة وفما فريق آخر هو قام بالإحاطة النفسية للجرحة اللي عندنا في المستشفى قرارات حازمة صارمة وجذرية يستوجب التعجيل باتخاذها لتجاوز دائرة الحلول المؤقتة التي تخفي في عدد المناسبات تهاونا تكون نتائجه كارثية وما جرى بالأمس في منطقة عمدون شاهد على ذلك كما جد في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم حادث أليم على الخط الحديدية رابط بين الدهماني وتونس العاصمة على مستوى منطقة زورين مما تسبب في وفاة فتاة تبلغ من العمر 26 عاما على عين المكان ووفاة والدتها متأثرة بجروح بليغة وقال المصدر ذاته إن الفتاة نزلت من السيارة بعد إصابتها بألم بالقرب من السكة الحديدية سحبة أمها وكانت بصدد التقيق وفق فوق السكة ولم تتفطن لقدوم القطار متسببا في وفاة الفتاة على عين المكان وإصابة أمها بجروح متفاوتة الخطورة على حد قوله وذكر مصدر طبي في المستشفى الجهوي بالكاف أن الأم قد توفيت بعد استقبالها في قسم الاستعجالي وكانت في حالة خطيرة جدا وأضف أن الفتاة وأمها كانت قد تحولت إلى العاصمة لجلب جثمان ابنة خلتها التي توفيت في الحادث الكارثي بسبب انزلق حفلة سياحية نمسي في منطقة يهن السنسي بعمدونة قدم والي باجاس لم تسوي ظهر اليوم استقالته إلى رئاسة الحكومة وذلك لأسباب شخصية وفق ما جاء في نص الاستقالة وتأتي هذه الاستقالة بعد يوم واحد من الحادث الأليم الذي جد بمنطقة عين سنوسي بلجها والذي أسفر عن وفاة ستة وعشرين شابا وشابا وإصابة قرابة عشرين جريحان وبعد هذه الكارثة وإثر معاينة لموقع حادث انقلب الحافلة بمنطقة عين سنوسي بعمدون من ولاية باجا أعلن اليوم وزير التجهيز والإسكان وتهيئة ربية نوردينس لالمي أعلن عن الانطلاق حالا في عدد دراسة لإنجاز جسر بهذه النقطة بكلفة تقدر بمائتي مليون دينار ودعا السالمي لضرورة ترفيع في ميزانية وزارة التجهيز لإنجاز المشاريع في المناطق المحرومة وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي لهذه المناطق محاسبة كل من يكشف التحقيق مسؤوليته عن الحادث الأليم بمنطقة عمدون والذي أسفر عن مقتل ستة وعشرين شخصا وجرح العشرات بعد انزلاق حافلة سياحية في مجرى واد هذا ما أكده وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نوردين السالمي وشدد السالمي لدى تحوله اليوم لمكان الحادث أن هذه الطريقة التي تصنف خطيرة بالنظر للتضاريس الوعرة تتوفر على المواصفات الضرورية للطرقات الطريق هذه نعرفها الطريق صعيبة فيها العديد من ساعات الحوادث خاصة اللي ما يعرفهاش وخاصة اللي ما يعرف المناطق هذه الطريق هذه حقيقة ما فيهاش إشكال بصدق يعني وهذا يجب أن يتأكد منه الجميع وأحنا مش نبرؤ في أنفسنا الطريق هذه الأصل في الشيء يجب أن يكون عرضها سبعة أمتار هي سبعة أمتار ونصف دون لنارم ثم المنعرجات توصل حتى تسعة أمتار هذا جانب طريق هذه ما فيهاش أحفر ما فيهاش مشاكل ثم كل يعني علامات التشوير الأفقي والعمودي موجودة ونقول لهنا كل واحد مسؤول وتثبت إدانته لن نتسطر عنه بل بالعكس سوف نقوم بالواجب لمحاسبته مهما كان مخل أو مقصر ما فيهاش معناتها تسامح في حاجة كما هك وأوضح الوزير مقدما معطيات أولية حول حيثيات الحادث في انتظار استكمال كل جوانب التحقيق أوضح أنه إضافة لخطورة المنعرج فإن آثار المكابح بالطريق تكشف مبدئيا عن وجود إشكاليات في الحافلة المتقدمة إضافة إلى عمل السرعة يبينوا الخبراء كانت تشوفوا الطريق معناتها آثار العجلة واحدة في الفريناج وبالتالي فما عجلة يبدو أنها متشدش في الفريناج جملة ثم السرعة هي المسؤولة على هذا ليس نبرع في التجهيز أحنا مسؤولين ونحن للمسؤولية كاملة ولكن أيضا العنصر البشري السائق وإلا المترجل ولا غيره هذا أيضا لازم ينتبه انتباه شديد جدا محافظة على روحه هو بالأساس ثم مستعمري الطريق الحافلة عمرها 20 سنة أو أكثر سيري 90 يعني اللوحة المنجمية امتحها 90 وثم معناتها وكالة أسفار مخذتها من وكالة أسفار ومجهولة وأعلن وزير التجهيز والتهيئة الترابية لانتلاق بصفة عاجلة في أعداد دراسة لإنجاز جسر بهذه النقطة بتكلفة تقدر بـ 200 مليون دينار بعد هذه الكارثة وفي مجلس نواب الشعب عقد صباح اليوم رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عمل مع نواب الشمال الغربية تقرر إثرها رفع توصيات إلى مكتب المجلس ومنه إلى رئاسة الحكومة حول حادث انقلاب حافلة سيحية وسقوطها في وادي بمعتمدية عمدون من ولاية باجا كما قرر الاجتماع عقد جلسة مسألة للجهات ذات العلاقة بهذه الكارثة قرر الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي صباح اليوم بنواب جهة الشمال الغربي رفع توصيات إلى مكتب المجلس ومنه إلى رئاسة الحكومة حول حادث انقلاب حافلة سياحية وسقوطها في وادي بمعتمدية عمدون من ولاية باجا كما قرر الاجتماع عقد جلسات مسألة للجهات ذات العلاقة بهذه الكارثة جملة من التوصيات أهمها رفع العزلة عن مناطق الشمال لالتفات إلى هذه المناطق من كل الجوانب سواء في مستوى تشييز الطرقات أو في مستوى المستشفيات أو في مستوى سائر جوانب البنية التحتية المحطمة في هذه المناطق سنرفع هذه التوصيات إلى مكتب المجلس ونرفعها بعد ذلك إلى الحكومة وربما تكون هناك جلسات استماع وجلسات مساءلة للجهات المعنية ذات الصيلة بهذا الموضوع بدورهم طالب نواب جهة الشمال الغربي بضرورة تحميل المسئوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالحادثة كما طالبوا بضرورة تفعيل الحق الدستوري في تمييز إيجابي بين الجهات من خلال النهوذ بالبنية التحتية والتنمية بمنطقة الشمال الغربي اليوم مشكلة أعمق اليوم مشكلة متاع بلات مشكلة متاع فم حالم التهميش القصوى للمناطق الداخلية اللي مرات حد شيء من بعد الثورة وإذا لزم تستير تحركات يلزم يقع تحركات في كل الملفات المتعلقة بالتنمية اليوم الفاض الكيس ومعاش المسألة تتعدى بالصورة اللي تعدت بها قبل تمسكت العباد في الأخر إنه ينزم يقع يفاهم بالتقارير بتاع تفاقديات الصحة والداخلية والتجهيز والنقل مش التقارير الأولين إن شاءها الإعلام ولكن التقارير الحقيقي واستدعاء المدين العامين والوزراء مش يقع مش مسائلتهم احنا حاشتنا بأنه ناس يفصلون الوضعي الحقيقي وش نوع الإجراءات اللي عند الدولة بش تحل الإشكاليات هذه وإذا كان عندهم مشاكل فاش نجي معاونهم بجلس النواة ككتلة ائتلاف الكرامة يلزم حلول جذرية هالحلول الترقيعية هذه يكفي معناها هوا صارت معناها إشكالية ها نعملوا قانترا هاي صارت إشكالية عدينهم الماء ونرشني لا يلزم حلول جذرية للشمال الغري وقفنا كان واضح أنه تحديد المسؤوليات ومسائلة المسؤولين عن هذه الكارثة لأنه لا يعقل أنه يصير الحادث هذية في 3 ديسمبر 2017 ويعاود يتكرر في نفس المكان وهذية ليست في البلاسة هذه بركة هذا ومن المقرر أن يتم التداول في ملابسات الحادثة غداً خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانوني المالية التكملي لسنة 19 و 2000 كما التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرتاج رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي صرح بأن لقاءة تناول الفاجعة الوطنية التي جدت أمس بمنطقة عينس نوسي بعيندراهم والإجراءات المستوجة باتخاذها لتفادي مثل هذه الحوادث الألمة وأبرز راشد الغنوشي من جهة أخرى حرص رئيس الدولة على الإسراع بتكوين الحكومة الجديدة وتقديمها أمام البرلمان دار الحديث حول المصاب الجلل الذي حصل البارحة في الشمال البلاد وما ينبغي أن يتخذ من إجراءات من أجل التخفيف من هذا المصاب كما دار الحديث حول الحكومة حكومة سيلحذيب الجملي المكلفة والخطوات التي قطعتها حتى الآن سيد الرئيس حرض دعاء إلى المسارعة إلى تشكيل الحكومة إلى إنهاء هذا الملف كما دار الحديث حول جملة الأوضاع في البلاد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأوضع المجلس مجلس نواب الشعب وما في واجباته من مهام نحتاج إلى أن نقوم بها وتطوير التشريعات بما في ذلك القوانين القانون الانتخابي وتفعيل عشرات الملفات وفي تطورات المشاورات السياسية حول تشكيل الحكومة المرتقبة قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إثرى لقائه كلا من أمين عام حركة الشعب زهيل المغزاوي وأمين عام حركة تحية تونس قال إن اللقاءات خصصت لاستكمال المرحلة الأولى من المشاورات والنظري في مشاركة هذه الأحزاب من عدمها في الحكومة المرتقبة قبيل توجهه لمستشفى الإصابة والحروق البلغة ببن عروس ليعود مصابي فاجعة عمدون قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة إن اللقاءات اليوم وغدا سيخصصان لاستكمال المرحلة الأولى من هذه المشاورات هذا وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قد التقى كلا من زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب وأسلم العذاب أمين عام حركة تحية تونس الذين أكدوا أن المشاورات تقدمت بشكل إيجابي وأن رئيس الحكومة المكلف حريص على دراسة كل المقترحات لتقديم تركيبة حكومة تخضع خاصة لمعيال الكفاءة وتحمل توجهات واضحة للمؤشرات واضحة الكفاءة التي تلائم المنصب المرشح لي ثمين النزاهة فيش شبهة وساد أو سوى تصرف أو ما إلى ذلك من قريب أو من بعيد والمؤشر الثالثة اللي هو القدرة على التسيير وتحقيق الأهداف ربنا من سيد رئيس الحكومة أن تشكيل هذه الحكومة يجب أن يبنى على توجهات واضحة والتوجهات هذه يجب أن يعلن عنها سيد رئيس الحكومة لأنه هو المعني بالموضوع ذي في قضايا خلافية عديدة موجودة اليوم في البلاد وضحنا له وجهة نظرنا فهمنا سمعنا وجهة نظرنا متاعه وأنه يعني عازم أن نشكل حكومته في أسرع وقت ممكن وعطينا أعطانا جملة من المقترحات وجملة من الأراء وشالة ترد عليه في أقرب وقت ممكن يوم نراوي اللي معناتها الأسابيع اللي فارتة كانت عندها جدوى سمعنا العديد الأطراف فحنا بينا نعطينا رؤيتنا ونراوي اللي قاعد التمشي قاعد يضاحيه وهذا أهم حاجة لنا رئيس حكومة المكلف يكون اليوم جاهز بيش يمشي للمارخلة الثانية ونحن بحركة تحية تونس كل ما يعلت لنا بيش نكون معناتها الحبيب الجملي نفى تعرضه لأي ضغطة مؤكدا أن موقفه واضح منذ قبوله لهذا المنصب الذي يستدعي منه أن يكون مستقلا في أخذ القرار إلى موضوع آخر الآن ومنذ سنوات عدة تشكو منطقة الدراج من معتمدية نصر الله من ولاية القيروان من غياب طريق وتزداد حدة خطورته مع طهط للأمطار وضع يتذمر منه المتساكنون والمارة في انتظار إجاد الحلول لم يبقى في هذا المسلك الفلاحي في منطقة الدراج من معتمدية نصر الله إلا آثار طريق ضاعت معالمه وكثرت مطباته وحفره فأضحى إشكالا يعرقل مسيرة التنمية بالجهة هذا سيد نجم نقول لك عنده دورة العشرة سنين وهو مكسر كطيق هذاك مكسر لا تمشي فيه كراه بتحطي الواحد حتى كريتها ما تمشيش فيه تصب لنطر نجوه مشي للنسيات ولا مشي الواحدة المل نلبس الساشيات فيه في ساقينة ملوطة باش نجمون يتعد ويعني ونقري فيه يهبطنا بعيد على الضانك وزيز كيلومتر والمعنى عائلة ونسوين بصغارة واحد تطافت غادي وجي تكركب بصغارة الوضع يمتع طريقي ووضعي كارثية تصب لنطر معنى طريق هذا يتسكر معنى لنجم يوصل للإطار الطربوي لتلمذى يعني بالحق في السيرتوف والمطار اللقوية نجم تتسكر حتى المدرسة مسؤول عن بلدية نصر الله أكد أن المسلك الفلاحية بمنطقة الدراج من مشمولات المجلس الجهوي بالقيروان وقد دعا الولاية للتدخل لفضل إشكال يتسكر على المنطقة البلدية ولكن الطريقة من مشمولات المجلس الجهوي لولاية القيروان وإعادة الروفات تماما ومتاعه تشمل المجلس الجهوي بالتنسيق مع التجهيز البلدية خارج عن نتاقها الموضوع هذا أحنا سنابر كاوين تم سنادنا منحة على ثلاثة أقصاعة القسط الأول منها وصلنا قريبا معناها بش ننظروا في إمكانية تحويل اعتماد منه لبرمج طرقات داخل مدينة نصر الله وخارجها لتربة الأريف امتاحها وتشهد منطقة الدراج شلالا شبهتام مع نزول الأمطار حيث تسجل المدرسة الابتدائية غيابات كثيرة للتلاميذ فجان الفلاحي وفي ولاية مدنين صعوبات بالجملة يعيشها قطاع زيت الزيتون هذا العام بتدهور أسعار الزيتون وارتفاع كلفة الانتاج مع غلاء اليد العاملة عوامل واثرت سلبا على دخل الفلاحين وأصحاب المعاصر في ولاية مدنين موسم استثنائي لجني الزيتون يبدو هذا العام بتدهور أسعار الزيتون إلى حد اللحظة وارتفاع تكلفة الانتاج ولسيما غلاء أسعار العمل وقلة هذه الموارد المخصصة لعملية الجنية ما أثر سلبا على دخل الفلاحين بالنسبة للعاملة صعيب ياسر على الفلاحة وعلى المكنجية زداد ما تكتعشها خمسة ترات أربعة ترات وكهوه واليد العاملة وصلت رفعين دينار طوال وما معناها مش مشى الأمور خلاص خلاص بحق الدولة تدخل وتاخذ الزيت على الفلاحة وباش يتعدل الأسوام وتتعدل الأمور كلها الفلاحة ما عادش مش لاقي حتى باش يتحرك مش لاقي باش يمشي هزي الخدامة باش يلقط وباش يزيتون اللي هوب الزيتون تكلف عليه في الخلاطة التاعها ثمانية ألاف تسعة ألاف زيت ترونسبورم تاحها على أقل في الويب ألفين فرنق واني في الدريسة بارب على في الويب معاية الفلاحة طائعة بياسر هذه الإشكالات والصعوبات التي يعيشها قطاع زيت الزيتون هذا العام في ولاية مدنين وفي مدينة جرجيس على وجه الخصوصة أثر أيضا على أصحاب المعاصرة الذين فضل البعض منهم حدم الاشتغال هذا العام سعر من الدنيا لخ 5500 و6000 الليتر ما يقبلش خلاص جديد و7000 هذا ماكسيموم نحن نبيعه فيه طوال بيوب بيوب 7000 فرنق والفلاح معناه مسكين معاشي ما يش يخلط الخدام كان بيخدم بالنهار بـ 40 ألف ما يساعدهش أنا سني سكرت سني محليتش خاطر ما هناك حتى حاجة واضحة في ولاية مدنين موسم جني الزيتون هذا العام بمؤشرات سلبية بحسب المختصين والناشطين في هذا القطاع يأمل الجميع أن يتم تفاديها فيما تبقى من هذا الموسم بتدخل السلطات المعنية والأسيما وزارة الفلاحة والديوان الوطني للزيت ووزارة التجارة في المجال البلدي تم إبرام اتفاقيات توأمة بين بلدية الوردنين وبلدية شبل فرنسا بهدف تحقيق التواصل والحوار بين المواطنين ودعم علاقات تعاون في المجال البلدية مبادرات ستشمل كذلك بلدية تزاركا واتبلبا والبقالتا في إطار إبرام اتفاقية توأمة مع بلدية شمال فرنسا التقى أعضاء مرصد المبادرات المواطنية بفرنسا ومثيلها بتونس ببلدية الوردنين لرسم ملامح استراتيجية للتنمية المستدامة ومن المنتظر أن تتطور إلى اتفاقية توأمة شوفوا إمثلهم بلديات في شرق فرنسا وطبيعتهم وكاركتر من أفرنسا ديمقرية ونحن خاصة منطقة الساحلين في الوردين الشاركة والجملاش خاصة كبلديات تعاون نسكولة بعضها نحن كبلديات نأخذ الخبرة من بلديات أخرى مجهورة يجمو تكون ثم يسر مجالات بتعاون وقام الوفد في بداية اللقاء بزيارة الجمعية الجهوية للرعاية الاجتماعية وبعض الجمعيات الرياضية بالجهة الهدف هو تحقيق التوأمة بين أكبر عدد من المدن لتحقيق التواصل والحوار بين المواطنين وهو أمر يكون ممكن وأسهل بين المواطنين أكثر من المسؤولين كما تحقيق التواصل والجملاش؟ نعملنا بلدي تزاركة تزاركة مع فلنبان وش نعملوا؟ إن شاء الله وردينين وتبولبة اللبنين مع غرافلين اللي هي في الشمال الفرنسي وبعدها بلدي تبقالتة هذوم تأثب بلديات اللي قاعدين نعادوا في التفاقية شاركة نحضروا فيها وهذا هو الهدف متاع زيارة متاع لوفد الفرنسي هذوم الثالث ربع مرة وصفة المعاييرات وهو عدد السكان يعني طابعة المنطقة ينظرها في اللحية أو في هشي طائعا صبير الميطان نعرف على الشمال الفرنسي ومعروف بالنسيج القطاع النسيج ليس نسيج جمعياتي قطاع النسيج الولايات المنسير أخصصاها قطاع النسيج وفرنسا قطاع النسيج فيولايات المنسير نحن نحاول إن شاء الله ننشغل باتنارة في الرياضة إطاع الرياضي لديها همية قصوى ثم الإدوكاسيون قطاع التربية والثقافة اتفاقية توأمة مع بلديات شمال فرنسا ستبرم مع بلدي التزركة وبلدي تطبلبة والبقالطة في إطار دعم علاقات التعاون في المجال البلدي تحت عنوان سبيتر الحومة في نسخة التاسعة نظمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة يوما للتشخيص المجاني وإجراء الفحوصات ورعاية الصحية لفائدة متساكني هذه المدينة هذا العمل التطوعي يتزامن مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض السيدة تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة السيدة أقامت لهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة 25 خيمة دعائية لتقديم خدمات صحية مجانية خدمات تندرج في إطار نشاطها التطوعي للسنة السابعة وقد شارك في هذا العمل الإنساني أكثر من مئة طبيب في مختلف الإختصاصات لدينا عيادات مختصة في 25 اختصاص طبي يأمنها 100 أو أكثر من 100 طبيب متوفرين في هذه الاختصاصات نحكي على القلب السكري الدم المعدة الطب الباطني أمراض العيون الأسنان التدريم القدم اليوم الواحد ديسامر هو اليوم العالمي لمرض السيدة لذلك لدينا خيمة اختصاص مرض السيدة كشف مبكر عن مرض السيدة قمنا بخيمة لولانية في وسط تحسيس حاولنا أننا للمو الشباب الموجودين اليوم حاضرين معنا في سبيطار الحومة وعملنا لهم تحسيس على وجود مرض السيدة أعطيناهم الإحصائيات وحكينا لهم شوية على المرض وزيدا حسسناهم ووعيناهم على أساس أنه فما زيدا كيف كيف في نفس القيمة اللي بجنبهم قد قد فما تحليل سري مجاني فما الطباء من مختلف الإختصاصات أهالي مدينة حمام سوسا المستفيدون من هذه الخدمات المجانية استحصلوا المبادرة أمام ارتفاع تكاليف العلاج وأسعار الأدوية ويبقى العمل تطوعي للجمعيات والمنظمات ذات المنح الصحي عمل إنسانيا مكرسا للبعد التضامني بين أفراد المجتمع التونسي وفي الختم نذكركم مشاهدين بعنوين نشاتنا استكملوا تسليم الجثمين الـ 26 لضحايا حادث انزلق حفلة سياحية بمنطقة عين سنوسي بباجا إلى عائلاتهم وفق وزارة الصحة وزير التجهيز يعلن انطلاق أعداد دراسة لانجازي جسر بمنطقة عين سنوسي بعم دون مكان الحادث ويتعهد بمحاسبة من تثبت مسؤوليته وصابة استثنائية من الزيتون في مدنين ومشاغل الفلاحين وأصحاب المعاصر تعكس صعوبات القطاع وكالعادة مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه النشوة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزات تونسية نشكر ومتابعتكم وإلى اللقاء موسيقى